نظم مجموعة من خارجي تخص الصيدلة وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم المشروع باعتمادهم ضمن عضوية نقابة الصيادلة وحصولهم على رخصة مزاولة المهنة في التقرير الآتي نستعرض تفاصيل الوقفة وسير الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية في هذه القضية على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية نمام مقر مكتب الوزارة للضغط في سرعة النظر إلى قضيتهم التقى المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت أحمد باضروس عددا من المتقدمين لعضوية نقابة الصيادلة لتوضيح سير الإجراءات التي يخوض فيها المكتب بشأن قضيتهم اليوم تفهجأنا بوقفة للمتقدمين لعضوية النقابة طبعا اليوم الوقفة فيه السوف أهم وجد نحن كمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية العمل ليس لدينا أي اعتراض وليس لدينا أي تحفظ في أي موضوع لأن هذه الأمور أمور مهنية بحتة إجلسنا مع المتقدمين الموجودين في مجموعة طلعوا لمكتب الوزارة تفهم حل الأمور في توافق بين الأطراف ما في إشكالي ذلك الكاملة وإنما جزء سوف أهم وجزء بسيط لكن فهمناهم واستفهموا الأمر وإن شاء الله سنأتي على حلول اللي استدعى كل الأطراف وإن شاء الله حلولها بائنة ومرتبة وعنماء فيها ذلك المعضة الكبيرة التي ستؤرق هذه النقابة ولكن إن شاء الله ستحل طبعا نحن العضاء المتقدمين لعضوية النقابة طبعا قدمنا أنه يمكن سنة كاملة للآن طبعا هذه فترة طويلة جدا وللآن في النقابة ما تم الإقرار لنا أو أنه تم الإقرار لنا لكن ما تمت المصادقة من قبل النقيب في النقابة صارت فيه إشكالية كبيرة يمكن أنها تكون شخصية أو حاجة زي كذا لجأنا لشؤون الاجتماعية سابقا بحكم أننا متظلمين أو حاجة زي كذا لكن ما رفعنا شكوى واضحة حول الشكالية اللي هي كانت موجودة فقررنا كخريجين أو متقدمين للعضوية أن نحن نسوي وقفة احتجاجية تحت الشؤون الاجتماعية عشان الشؤون الاجتماعية تضغط على النقابة فتفاجأنا أنه الموضوع هذا كان سوف يهم مننا أن الشؤون الاجتماعية هي نعمجها على قولهم حاضن للنقابة وحاضن أننا بشكل أننا قابلين على العضوية جديدة فقالت أو أنها وعدت أن نكون نحن طرف ثالث في المشكلة هذه ونرفع شكوى على النقابة وتقوم بحل حلة هذا الموضوع واستكماله 109 خريج من تخصص صيدلة محتجون اليوم على الإجراءات التي اتخذت ضدهم من قبل قيادة نقابة الصيدلة والتي كشفت لنا وثيقة تحصلت عليها القناة صدرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو الماضي عن انتهاء شرعية هذه النقابة والدعوة للانعقاد وانتخاب هيئة إدارية جديدة تحت إشراف الشؤون الاجتماعية والعمل وثم النظر في طلبات هؤلاء المتقدمين العضوية والسير في العمل وفق القانون والنظام الأساسي وقدمنا جميع المتطلبات ودخلنا امتحان المزاولة وتفوقنا فيه ونطالبهم كل ساعة يجبون أن نحن عذر ساعة يقولون النقيب ما بغى يوقع ساعة يقول لك من ذري إيش تلقوا ورقة ساعة يقول لك من ذري إيش فهنا يعني سعبنا بغينا حل جذري الفاسدين بغيناهم يعني يتنحون عن هذه المناصب ويجوا الناس يخدمون أبناء وطنهم طبعا بالنسبة للوضع البلاد اللي معروه اللي موجود الحين موضوع الواحد لجمع له يعني شوية كده والله حد بيدعمه بيسوي مشروع له خاص دا حين معرقل من نسبة ليش لعضوية النقابة وبن نسبة ليش للترخيص للمزاولة حقه يعني شهادته اللي درسها كلها السنين هذي اللي تعب فيها ودراسه ومش عارفه وتعب وسهر وليالي ومش عارفه كان ما سفاد شي منها يعني بالنسبة لشخصين مش عارفين ايش موضوعهم الطلاب الخريجون منهم من قضى سنوات يجري خلف نقابة الصيادلة للحصول على عضوية فيها مع حصوله على بطاقة مزاولة المهنة للخوض في غمار العمل وطلب الرزق وجني ثمار سنوات من العلم وفق ما صرح به المحتجون طلاب يعني من جامعة حضرموت مفوض يكون لكم كادر يكون لكم ذي وموضوع الخلافات النزاعات الشخصية نتقنبها لابد ان يكون النزاعات الشخصية ما تدخل في مجال العمل هذا بينكم وشخص مخاصمة يا اخي بينكم وشارع ما تدخل في المكتب مشكلتنا انها يعني انانية فينا ليس من الواضح ان الفساد المستشري او الخلافات الشخصية هي من تمنع هؤلاء من حقهم المشروعة فالى اي حال وصلت اليه مؤسسات الدولة والمواطن ومن يدفع الثامنة دائما اشتركوا في القناة